شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين فبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة قبل أن نبدأ بالحديث نقدم بإذن الله تعالى مقدمة قصيرة وهذه المقدمة هي أنه طبقا لاستقرائنا الناقص هناك ثلاثة عناصر تؤثر في النفس البشرية تأثيراً عميقاً دون فرق أن تكون هذه النفس مؤمنة أو كافرة أن تكون هذه النفس واجدة لهذه العناصر أو فاقدة لها الإنسان بما هو إنسان وبعيداً عن انتمائه الديني أو العرقي أو الطائفي يتفاعل تفاعلاً شديداً مع هذه العناصر الثلاثة الأول عنصر البطولات الثاني الثاني عنصر المثل الثالث عنصر المظلومية إذا كانت هناك بطولة البطولة تعني التضحية تعني الفداء تعني نكران الذات إذا كانت هناك مثل المثل عبارة عن القيم قيمة العبادة قيمة العلم قيمة الرحمة قيمة الإحسان هذه القيم وهذه البطولات أينما وجدتموها وأينما وجدها الإنسان يتفاعل معه وتؤثر في أعماقه تأثيراً كبيراً في الأحاديث الشريفة إن هذه القيم لها قيمة حتى عند الله سبحانه وتعالى في الحديث الشريف المذكور في كتاب بحار الأنوار الإمام صلوات الله عليه يقول إن الله يبغض العبد ويحب عمله يعني ربما الرجل يكون رجل كافر بعيد عن الله سبحانه وتعالى لا يؤمن بالله ولكن يقوم بعمل يمثل القيمة من القيم من القيم الإنسانية الله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل حاتم حاتم إطائي هل كان مؤمناً لا التوفيق ما حالفه السعادة ما حالفته ولم يؤمن بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولكن الله سبحانه وتعالى قدر فيه قيمة الكرم كان رجل كريم ولذلك تجدون أنه نقل أن حاتم إطائي في النار ولكن تكريماً لهذه القيمة النبيلة التي كان يتحلى بها لا يحترق بنار جهنم في النار ولكنه لا يحترق بالنار أنوشي روان هذا الحاكم الذي كان يحكم إيران هذه الرواية راجعها في بحار الأنوار في أحوال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الرواية مطولة ما علي بالرواية ولكن في هذه الرواية حاكم كافر ولكن هناك قيمة نبيلة تجلت في حياة هذا الكافر وهذه القيمة هي قيمة العدل كان حاكماً كما في هذه الرواية عادلاً وقل أن يكون هنالك حاكم عادل إذا بحثت التاريخ كله لا تجدون الحكام العدول إلا قل نادرة الإنسان عندما يحكم يطغى يظلم إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى ولكن هذه القيمة النبيلة قيمة العدل تجلت في هذا الحاكم الله سبحانه وتعالى قيم وثمن هذه الصفح ولذلك أنوشي روان كما في هذا الحديث لا يحترق بنار جهنم على كل حال القيم والمثل هذه لها قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس أجمعين بعد هذه المقدمة القصيرة أنتم إذا راجعتوا التاريخ البشري كل من يوم دون التاريخ لعله من قبل عشرة آلاف عام أو أكثر لا تجدون على مر التاريخ هنالك ملحمة تجلت فيها هذه العناصر الثلاث بأجل مظاهرها كملحمة كربلا وملحمة يوم عشورا البطولات الكبرى التي تجدونها في ملحمة عاشراء بهذا الحجم وبهذا المقدار وبهذه الكثافة لا تجدونها في أي ملحمة تاريخي القيم التي تمثلت في عاشراء لا تجدونها في التاريخ بهذا الحجم وبهذه الكثافة المظلومية التي تجسدت في واقعة كربلا لا تجدونها في أي واقعة أخرى بهذا الحج أحد المؤرخين الغربيين يكتب حول قضية عاشراء ويقول هناك موقف في عاشراء لم أجد له مثيل في كل التاريخ موقف موقف بطولة وهذا الموقف هو موقف الحر الرياحي يمكن تجدون في تاريخ القروب واحد انتقل من جبه إلى جبه هذا أكو في التاريخ ولكن كموقف الحر قائد في جيش منتصر وإذا به في لحظة يقضت ضمير يتخلى عن كل شيء عن مقامه عن موقعه وينتقل إلى الجيش الآخر الذي يعلم أنه سوف ينتهي من الناحية الظاهرية بعد قليل شايفين في التاريخ مثل هذا الموقف هذه التضحية الفريدة في التاريخ من هذا النوع نجدها في عاشرة قيمة الرحمة الآن العالم كل يرفع شعار الرحمة تعلمون المسيحيين يعتمدون على أي شيء الآن في العالم المسيحية العالمية يعتمدون الدين المسيحي كل يعتمد على قضية واحدة وهذه القضية قضية مكذوبة من الناحية التاريخية والقرآن يكذب هذه القضية وهي قضية صلب المسيح المسيح صلب الآن الكيان المسيحي في العالم يبتني على قضية صلب المسيح إذا تأخذون الصلب من المسيحية انتهت المسيحية هذه القضية المسيحيون يرفعونها في العالم باعتبارها رمزا للرحمة المسيح صلوات الله عليه رحمة بالعباد وشفقة بالعباد فدا نفسه لإنقاذ العالم هكذا تقول المسيحية العالمية يعني قيمة الرحمة قيمة مهمة في عالم اليوم في كربلا في قضية عاشورة في قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه نجد قيمة الرحمة عندما يأتي الإمام الحسين صلوات الله عليه ويرى الجيش الذي يريد أن يقاتله في حالة عطش فيأمر بسقي ذلك الجيش وأن يرشف الخيل ترشيف وهو بنفسه الشريفة باشر عملية السقي أيضا قيمة قيمة التوبة قيمة الرحمة قيمة العبادة قيمة التضحية قيمة الفداء هذه كلها تجلت في قضية عاشور ولذلك نحن نعتقد أننا يمكن لنا أن ننطلق من قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه للتغيير الإمام الحسين صلوات الله عليه قضية الإمام الحسين فيها قوة هائلة في التغيير هناك أموي قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه رجل أموي عاش في ظل الأمويين روك من أركان الحكومة الأموية عندما يحتك بقضية الإمام الحسين صلوات الله عليه وإذا وإذا به وإذا به يتحول الحر ما كان أمويا غيرته هذه القضية الآن الحر ما كان تذوذ تذوذ فكري ونفسي أمويا ولكن يمنع يمنعون عنه كل شيء ميتصل بالحقيقة وبالواقع ويقومون بعملية غسيل دماغ نقلبهم إلى علويين قضية الإمام الحسين قضية قوية وهائلة وعجيبة في التأثير زهير ما كان عثمانيا زهير كان عثماني كان ضد أمير المؤمنين ولكن اللقاء أن له مع الإمام الحسين غير هذا الرجل العثماني إلى ولي من أولياء الله وأنا وأنتم عندما تذهبون أمام مرقد هذا الرجل الذي كان عثمانيا نقول له بأبي أنت وأمي وهب ما كان مسيحيا وهب مسيحيا ولكنه احتك بالإمام الحسين صلوات الله عليه وإذا به يتحول إلى إني لا أجد أصحاب أوفى ولا خير من أصحاب هذه قدرة قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه المسيحيين جدا قريبين إلى الإسلام هذا أنا ما أقوله القرآن الكريم يقوله كم مليون مسيحي أكو في العالم كم مليار مسيحي أكو الآن في العالم هؤلاء المسيحيين قريبون جدا إليكم القرآن الكريم يقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ما ما عدهم استكبار ما عدهم عناد مع الحق أكو هناك مجموعة معاندين ولكن الخط العام كما يقول القرآن مو خط العناد خط التقبل لماذا هؤلاء المسيحيون لم يتحولوا إلى مؤمنين ولم يتحولوا إلى مسلمين لأننا ما عرضنا الإسلام والنبي والإمام الحسين صلى الله عليه على الله نحن بإمكاننا أن ننطلق من قضية الإمام الحسين صلى الله عليه لتغيير العالم كله بإذن الله سبحانه واتعالى أذكر لكم هذه القضية عالم من العلماء يقول كان في منطقتنا رجل مجوس تعلمون أن المجوس يعتقدون بوجود إلهين في يوم من الأيام أنا قلت لهذا الرجل المجوس لماذا لا تسلم تعال أسلم فقال لي أنا لم أجد في ديني شيء مو جيد ديني دين جيد فلماذا أرفض هذا الدين أنا أظل مجوسيا قال ذلك الرجل ولكن اعلم هذا الإمام الحسين اللي عدكم أنا هو أي أحب الإمام الحسين يجذب حتى الرجل المجوسي وأنا أحضر في مجالس الإمام الحسين وأبكي على الإمام الحسين وعلى مظلومية هذا هذا الإمام الرضا اللي عدكم أنا هو أي أحب وأنا في يوم من الأيام فكرت أن أذهب لزيارة الإمام الرضا الإمام الرضا يجذب حتى الرجل المجوسي يقول شفت قافلة متحركة إلى مشهد ما يعرفوني أنا مرحت مع هذه القافلة ودخلت صحن الإمام الرضا الصحن وقلت ما أدخل للداخل ووقفت في الصحن وأخذت أشاهد القبة المنائر وشفت الأفواج البشرية تدخل إلى الصحن وتدخل منه إلى داخل الحرام ما تمكنت عن أطيق قلت أنا جاي من بلدي إلى مشهد ولا أدخل حرم الإمام الرضا ما يمكن وقلت لا إشكال في دخولي إلى الحرام لأن أنا لابس جراب فالرطوبة لا تنتقل من بدني إلى أرض الحرام يقول يقول دخلت داخل داخل الحرام واخذت أنظر إلى الظريح المبارك ورأيت الناس يدخلون ويتبركون بهذا الظريح يقبلون هذا الظريح يمسحون أيديهم بهذا الظريح نقل لأحد الإخوة أنه المطلعين في كل عام يأتي إلى مشهد حوالي ثلاثين مليون إنسان يأتون إلى مشهد يقول فلم أستطع التحمل فخرجت إلى الخارج واشتريت قفاز شفوف ولبستها في يدي وجئت ومسحت يدي بالضريح من فوق القفاز حتى رطوبة يدي لا تنتقل إلى الظريح هذا الإمام الرضان أهواء أحبه الإمام الحسين أهواء أحبه وراح الرجل يقول هذا العالم بعد فترة جاءني أولاده أولاد هذا المجوسي وقالوا البارحة مات والدنا هذا المجوسي ولكنه أوصى أنه واحد منكم لا يلمس جنازتي ليتولى أموري كلها هذا العالم يقول يقول هذا العالم ففهمت من هذا الكلام أنه بالنتيجة الإمام الحسين والإمام والإمام الرضا صلوات الله عليهما جر هذا الرجل إلى الإيمان ومات مؤمن يقول أنا أعلنت للمؤمنين أيها المؤمنون تعالوا إلى تشيع فلان وتولينا تغسيله وتكفينه وتحنيطه ودفناه في مقابر المسلمين الإمام الحسين صلوات الله عليه له هذه القدرة في ختام الحديث أقترح ثلاثة اقتراحات سهلة على الإخوة الكرام الأول لنحاول كل واحد مننا بقدر الإمكان أن نجعل في كل بيت مجلس للإمام الحسين علم الإمام الحسين يكون في بيت كل واحد مننا بمقدار الإمكان هذا في آثار وبركات كثيرة وإذا بدأتوا بذلك أنتم تجدون بركات هذا العمل في حياتكم في ذريتكم في أولادكم في أموركم الدنيوية في أموركم الأخروية واحد يحاول أن ينصب في بيته علما للإمام الحسين في كل أسبوع ليلة في كل شهر ليلة واحد يخلي مجلس في بيته الشيء الثاني نحاول أن ننظر واحد من أولادنا للإمام الحسين واحد منهم طبيب واحد منهم مهندس واحد منهم كذا واحد منهم يكون رافع لراية سيد الشهداء هذا فخر لكم ولجميع العائلة هذا الشيء الثالث لنحاول أن نشارك الإمام الحسين بنسبة مئوية ولو متواضع معنا ولو واحد بالمية ولو اثنيا بالمية نشارك الإمام الحسين صلوات الله عليه في أموالنا هذه القضية نقلها لي قبل فترة قصيرة أحد المؤمنين المطلعين بهذا النحو قال كان هناك في كربلاء المقدسة شاب هذا الشاب كان يشتغل التاجر وكان ذلك التاجر يعطيه في كل شهر سلاسة دنانير أجرته في يوم من الأيام ثلاثة دنانير قديما كانت مبلغ جيد في يوم من الأيام جاء هذا الشاب إلى ذلك التاجر وقال له أقرضني مئة دينار قال له وماذا تصنع بها قال أريد أن أتزوج التاجر قال له ما أعطيك قال له أداء هذا القرض مضمون ما كو خوف أنت تعطيني كل شهر ثلاثة دنانير استقطع من هذا المبلغ إلى أن ينتهي مئة دينار التاجر قال له ما أعطيك قال ما تعطيني قال لا قال إذا ما تعطيني أنا بعد ما أشتغل عندك وخرج من الدكان متأثرا إلى أين يلجأ لجأ إلى الملجأ الأخير بل الملجأ الأول وهو حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه وهو متأثر جدا وقال الإمام الحسين صلوات الله عليه أيها الإمام الحسين أنا إلى الآن كنت أشتغل عند التاجر الفلاني أنا من هذا اليوم أريد أشتغل عندك وكل ما أحصل عليه فنصفه لك ونصفه لي قالها بتأثر وخرج من الحرام عندما خرج واحد شافه قال يا فلان أكو هناك دكان معروض للإجارة تستأجر هذا المكان قال أنا ما عندي شيء ما عندي مبلغ قال ادفع الإجارة فيما بعد متى ما تمكنت اجو هذا الشاب إلى الدكان شاف دكان جيد استأجر ذلك الدكان وبدأ يشتغل وتحول إلى تاجر من التجار ووفى بعهده مع الإمام الحسين إلى آخر حياته والآن ذلك الرجل في أحفاده يوجد العشرات من الفقهاء والخطباء والمشتهدين والعلماء العاملين في أحفاد ذلك الرجل نحن ينبغي علينا أن نشارك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في حياتنا هذه الخدمات هذه الخدمات وهذه الأعمال إن شاء الله كلها تكون ذخيرة لآخرتكم وإن شاء الله تأخذون من كريمة أهل البيت في قوم ومن الإمام الرضا في مشهد صلوات الله عليهما جميع الحاجات الدنيوية والأخروية وتعودون إلى بلادكم إن شاء الله سالمين غانمين موفورين ونسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام الحسين وكريمة أهل البيت والإمام الرضا أن يكشف هذه المحنة عن المؤمنين في العراق المحنة العظمى انتهت المحنة العظمى كانت وجود النظام البعثي هذه أكبر محنة كانت للمؤمنين في العراق البعثيين كان بإمكانهم في يوم واحد يعدمون مليون واحد بدون أي مانع الحمد لله الله تعالى من وهذه المحنة الكبرى انتهت ويجب علينا جميعا أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة إن شاء الله هذه المحنة الثانية تنتهي أيضا ويعود الأمن والسلام والاستقرار إلى العراق كله وصلى الله على محمد وآله الطاحرين شَعَّتْ شُمُوسُ الْهَدِي بِالْكَلِمَاتِ أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر